مساء الخير تم إعادة العشرات من المسافرين اليمنيين من مطار القاهرة إلى عدن مثل ذلك صدمة لليمنيين الذين يعتبرون مصر المتنفس الوحيد لهم على العالم الخارجي الكثير من المسافرين اتهموا وزير الخارجية بالتسبب بهذا الشقاء الجديد لهم والبعض طالب بإقالته فورا الوزير بن مبارك نفى أنه كان يقصد الإساءة لمصر لكن الواضح أنه أثار حفيظتها بشدة لكن هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها مسؤول يمني بكارثة لأبناء بلده لابد أن بعضكم ما زال يتذكر الموقف اليمني الرسمي الذي رفض إدانة صدام حسين لغزوه العراق وكيف تسبب هذا الموقف بنكبة لأكثر من مليون مغترب يمني بن مبارك الذي تسبب بهذه الأزمة الجديدة لم يحل مشكلة واحدة تتعلق بتسهيل السفر سفر اليمنيين أو حصولهم على تأشيرات دخول الدول المختلفة جواز السفر اليمني أصبح ضمن أكثر جوازات السفر المثيرة للريبة وزادت عدد الدول التي تضيق على اليمنيين بسبب جوازات سفرهم كل هذا يحدث دون تحرك دبلوماسية الشرعية صحيح بن مبارك ورثة تركة ثقيلة لكن هل هذا يبرر الأزمة التي تسبب بها لليمنيين المسافرين لمصر والمقيمين فيها من الواضح أن الدبلوماسية اليمنية التابعة للشرعية تزداد ضعفا وفشلا منذ الأزمة التي تسبب بها الحوثيون وهناك أسباب مختلفة لهذا الضعف والفشل منها على سبيل المثال أن الخارجية اليمنية تحولت على نحو أكبر إلى ما يشبه نادي لتعيين الأقارب ومكان للمجاملات وللمحاصصة اللجنة التي شكلها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي كشفت مؤخرا حجم فساد كبير في السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج أشار تقرير هذه اللجنة إلى أكثر من 110 ملحقية تم استحداثها بعد 2015 وبشكل غير قانوني بغرض المجاملات وشراء الولاءات وتعيين أولاد المسؤولين كما أوصت اللجنة باستدعاء أكثر من 100 موظف لانتهاء فترة عملهم في السلك الدبلوماسي وتجاوزهم المدة القانونية المحددة بأربع سنوات وأوصت أيضا بإلغاء جميع وظائف نواب ومساعدي الملحقيات وإلغاء عقود الموظفين المحليين في جميع الملحقيات الفنية بالإضافة إلى توصيات أخرى كثيرة السؤال هو هل تم العمل بتقرير هذه اللجنة المنبتقة عن مجلس القيادة الرئاسي؟ الجواب ببساطة هو لا على الأقل حتى الآن بل على العكس من ذلك ظهرت تسريبات خلال الأيام القليلة الماضية تؤكس صدور تعينات جديدة لعدد من الإعلاميين والعسكريين وهم بالطبع لا يمتلكون أي خبرة سابقة في العمل الدبلوماسي البعض يقول أن هذه التعينات الجديدة تأتي في إطار شراء الولاءات التي تعودت عليها الشرعية خلال السنوات الماضية الخلاصة الأزمة التي تسبب بها وزير خارجية الشرعية تعكس شيئا واحدا فقط وهو حالة الفوضى والتخبط التي تعيشها الشرعية في التعينات وتوزيع المناصب المهمة وخاصة سيادية منها تحت مبدأ المحاصصة وليس الكفاءات وهذا يفسر حالة الضعف والفشل التي تعيشها الشرعية منذ سنوات وما تزال والحل ببساطة هو التوقف عن هذا الاسلوب الذي أثبت فشله في إدارة الدولة وجعل المواطنين يدفعون ضريبة غالية في كل شيء تقريبا أخرها ارجعهم بنفس الطائرة إلى المكان الذي أتوا منه هل يجب إقالة وزير الخارجية برأيكم؟ شاركونا بتعليقاتكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر